اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي عنده سعادة ينظر الى الذي اكل منه سعادة الذي عنده سيارة ينظر الى ما عنده سيارة الذي عنده بيت ينظر حتى لو كان بيتا صغيرا ينظر الى المستأجر المريض ينظر إلى أكثر من هو أكثر مرضاً منه لا ينظر إلى من له صحة وعافية وهكذا أقول هذه الحالة لو الإنسان التزم بها سيرى الخير في هذه الدنيا غير الآخرة يرتاح نفسياً كما في بعض الحلقات بينا موضوع عدم التوقع عدم التوقع يروح الإنسان يروح راحة كاملة وهكذا الإنسان دائماً لا ينظر إلى من فوقه من كل الجوانب الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، المادية دائماً ينظر إلى من دونه يعيش الراحة النفسية يعيش الأطمئنان يعيش القناعة يعيش الرضاية وهذا مشكلة نراها منتشرة بين المجتمع الإنسان كلما ينظر إلى من دونه في كل الأمور يرى هو متفوق هو أعلى من فلان مؤقل من فلان لا ينظر إلى من فوقه دائماً ينظر إلى من دونه لو ارتزم بهذه القاعدة سيعيش الراحة والإطمئنان والهدوء بعد ما في تلك المعاناة النفسية يعيش القلق يعيش الاضطراد حتى يؤدي إلى نوع من الحسد طيب يأتي الإنسان هكذا يحسد الآخرين على معيشتهم على كل شيء بينما لو كان ينظر إلى من دونه يرى الخير والسعادة والتوفيق الحمد لله رب العالمين وحياكم الله اشتركوا في القناة